السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع رجعنا لكم بالفيديو الجديد رح نتناول بمجموعة من التطورات الهامة التي حصلت بالساعات الأخيرة هناك خبر جميل لكل من يسكن بشقة قديمة بألمانيا هناك قانون هدف حماية البيئة وهو ضرائب على الانبعاثات الحرارية أو القانون يعرف بـ CO2-شتويا وهذه الضريبة تعمل عندما يتم حرق الوقود أو الغاز أو يعني البنزين والديزل وإلى آخرها أو تدفئة المنازل عندما يتم حرق المحروقات تخرج انبعاثات حرارية فيتم عمل ضريبة على الانبعاثات الحرارية مقدار الضريبة تم رفعه ببداية عام 2021 وهذا الأمر ذكرنا بنهاية عام 2020 تم رفع الضريبة من 25 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكاربون إلى 30 يورو وهو سبب ارتفاع بأسعار الوقود ببداية العام الماضي وبعام 2025 سيصبح السعر 50 يورو للطن الواحد ضريبة التدفئة بزمن حكومة ميركل تم إصدار قانون ينص على أن الضريبة يتحملها المستأجر فقط ويعني ليست بالمناسبة بين المالك والمستأجر بالمستقبل القريب سيتغير الأمر وسيتم تقسيم الضريبة بين المستأجر وبين المالك عن طريق قانون يتكون من 10 خطوات القانون معقد جدا ولكني سأختصر لكم لأجل أن نفهمه ببساطة المنازل ذات العزل الجيد تستهلك طاقة أقل تدفئة أقل بمقدار تقريبا 60% من المنازل ذات العزل السيئة بهذه الحالة المستأجر سيدفع الكثير من الإجور والكثير من الضريبة لأجل التدفئة الحكومة الألمانية تريد تشديد الضريبة على المالك اللي تدفئة المنزل بالنسبة للمتر المربع الواحد من المنزل تستهلك طاقة قدرها 12 كيلوغرام من غاز تسي أوز فاي بالسنة وتريد تخفيف الضريبة على المنازل التي تستهلك أقل من 12 كيلوغرام للمتر المربع من يعني من الامبعاثات الحرارية أو من غاز تسي أوز فاي هناك نوع من المنازل تستهلك سنويا تدفئة كثيرة قدرها يعني 55 كيلو من غاز التسي أوز فاي مثل منزل الحالي كون سيء العزل وشبابيك تسرب بروده بفصل الشتاء هذه المنازل تعتبر الفئة الأسوأ وسيعاقب المالك الذي لا يطور عزل المنازل بتحمل تكلفة 90% من ضريبة التدفئة و10% فقط سيتحملها المستأجر نتكلم هنا عن ضريبة التسي أوز فاي ورغم أن هذا الرقم القليل فالمستأجر سيدفع مبلغ كبير جراء التدفئة لأنه سعر الغاز حتى لو أخذنا من الضريبة هو مرتفع بشكل كبير جدا جدا ببداية 2020 كان سعره هو 5 دولار للميجا وات الساعي الآن فوق المئة دولار للميجا وات الساعي أصدقاء الآن ننتقل للموضوع الآخر وهو خبر صادم جدا بألمانيا يقلق الأهالي والخبر عبارة عن معلومة كشفتها الشرطة الألمانية عن عدد الأطفال المختفين سواء الهاربين من أهاليهم أو المختطفين ويصل عددهم بكل ألمانيا بالآلاف بالوقت الحالي بولاية نيدا زاكسن هناك 570 طفل ومراهق مختفين وتبحث عنهم الشرطة والأهالي الآن بالوقت الحالي هناك 180 طفل اختفيوا خلال وقت قريب بالإضافة إلى أكثر من 300 مراهق عمرهم بين 14 إلى 17 عام وعدد المختفين الكل بالولاية نيدا زاكسن هو 1231 شخص من أطفال ومراهقين وبالغين الجزء الأكبر الجزء الأكبر من الأطفال المختفين يتوقع أنهم أو يعني التوقعات هي أنه أحد الآباء أو الأمهات بعد الانفصال اختطفوا الأطفال يعني من الأب الوصي الشرعي عليهم وباقي الأعداد بالنسبة للمختفين أو للمختفين هي أسبابها الجريمة أو يعني تجارة الأعضاء أو عصابات منظمة هذه الأرقام هي فقط بولاية نيدا زاكسن التي عدد سكانها 7 ملايين و900 ألف نسمة فكيف الوضع والأرقام الكليا بألمانيا التي يسكنها 84 مليون نسمة الله أعلم بكل الأحواء الأصدقائي ما يهمنا أن نفعل بالوقت الحالي والكلام موجه لمن لديها أطفال أكيد يعني المحافظة على قوام العائلة الصحيح المحافظة على الترابط الأسري بالعائلة الاهتمام بتربية الأطفال كلما كانت العلاقة بين الأبوين مستقيمة كلما كان الأطفال أكثر وعي وبحالة سليمة تعليم الأطفال أن يعودوا للمنزل مبكرا هذا أمر هام وعدم الاختلاط مع الأطفال الذين مثلا يدخنون أو يعني يلقون كلام يعني كلام بالغين أو يشربون الكحول نصح الأطفال بعدم السهر خارج المنزل والأصرار على تطبيق هذه الأمور المذكورة حتى تصبح جزء من شخصية الطفل وهذه هي الأشياء التي علمنيها أهلي واستمرت معي حتى الوقت الحالي تخيلوا عندما يحل الظلام حتى وأن كبير بالعمر يعني حتى وأن كان عمري بالعشرينات هناك شعور بداخلي يقول لي ارجع للمنزل وشعور آخر يجعلني أنفر عندما كنت طفلا من الأطفال الذين يدخنون أو يفعلون أمور سيئة خصوصا بالغربة أصدقائي الواجب أكبر على الآباء والأمهات ننتقل للموضوع الآخر لم يتبقى سوى ستة أيام على موعد تخفيض سعر المحروقات بألمانيا اعتبارا من الأول من شهر يونيو حزيران سيتم إعفاء المستهلكين إعفاء الناس أصحاب السيارات في محطات البنزين من ثلاثين سنت على سعر البنزين وأربعة عشر سنت على سعر الديزل يعني بواحد ستة سيخصم أربعة عشر سنت من الديزل ثلاثين سنت من البنزين والخبر الجميل أنه الأسعار وصلت لأقل مستوى منذ يعني صعود الأسعار بشهر آذان مارس بسبب حرب أوكرانية فيوم أمس أنا عبيت سيارة ديزل وكان السعر يورو 88 سنت رغم أنه الوقت كان مناسب يعني بوقت الليل والمحطة كانت بدون عمال يعني محطة تعمل وتدفع بالكارتة بنفسك آدي آت سي تقول أن الأسعار الآن مناسبة ومنخفضة وعندما يحل شهر حزيران سيكون هناك تيكت التسعة يورو شهريا يعني بكل ألمانيا للتجول والنتيجة سيقل الطلب على المحروقات وقد ينخفض سعرها بشكل أكبر بسبب قلة الطلب من ناحية أخرى قد ينهار كل شيء وقد ترتفع سعار المحروقات بشكل جنوني في حال تحقق سيناريو تتكلم عن الصحافة الألمانية بحذر بالوقت الحالي وهو سيناريو أمريكي محتمل بوقف تصدير النفط الأمريكي والمحروقات الأمريكية إلى العالم وإلى أوروبا ويقول التقرير أنه بالوقت الحالي أسعار المحروقات بأمريكا الآن وصلت لأعلى مستوياتها بالتاريخ والآن الأمريكان يدفعون للبنزين الأيد سن خمسة يورو وخمسة دولار وثمانية وخمسين سنت للقالون والقالون يعني واحدة بقياس بأمريكا يتكون من ثلاثة فاصل يعني ثلاثة وثلاثة أربعة لتر قبل حرب أوكراني كانوا يدفعون اثنين يورو وتسعين سنت الآن خمسة يورو وثمانية وخمسين سنت الديزل الآن يدفعون لأجله أربعة يورو وتسعة وخمسين سنت قبل الحرب كانوا يدفعون اثنين يورو وتسعين سنت وهذا الأمر يعتبر كارثة كبيرة جدا بأمريكا التي تعتبر أكبر بلد منتج للنفط فهي تنتج باليوم الواحد 12 مليون برميل للنفط للتفكير روسيا ثاني بلد بإنتاج النفط بالعالم 10 ملايين برميل السعودية ثالثا 9 ملايين ونصف برميل العراق رقم أربعة عالميا 4 ملايين و600 ألف برميل باليوم الواحد أمريكا أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم فهي رغم أنه يخرج من أراضيها 12 مليون برميل نفط يوميا إلى أنها تستهلك باليوم 20 مليون برميل نفط باليوم الواحد الصين تستهلك 13 مليون و500 مليون برميل باليوم الواحد وألمانيا تأتي بالمركز التاسع مليونين و400 ألف برميل نفط باليوم الواحد هذه كانت معلومة عامة للجميع أصدقائي ننتقل للموضوع الآخر وفق لمقدمي خدمات الدفع والبنوك بألمانيا فإن الدفع اليوم بألمانيا السوبر ماركت بالكارتة أو ببطاقة البنك مثلا بطاقة بنك شباكاسي أو بطاقات الاعتمال الأخرى أو بطاقة القيرو كونتو قد توقف في المتاجر الألمانية والمشكلة هي بسبب شيء حصل بفرانكفورت المركز المالي بألمانيا وسبب عطل بأجهزة استحصال الأموال بالسوبر ماركت ورجع الناس لاستخدام النقود الورقية التي لحسن الحر لا تزال فعالة بالوقت الحالي العطل ليس بكل المحلات الألمانية بل ببعضها أنا اليوم كنت بليدل والدفع كان متاح بالكاتة ولكن بديم تفاجأت أنهم كاتبين لافتة ويعتذرون بسبب توقف الدفع بالكاتة وأنا قلت بيني وبين نفسي غبت أسبوع عن نشر الفيديوهات وإذا بوباء جديد ينتشر ومشكلة تصيب المحلات كانت ستكون أكبر لو لم أكن أحمل بارقلد معي الموضوع الآخر أصدقائي هو الموضوع الأخير موضوع هام جدا لكل سكان ألمانيا وفقا لتقديرات الجمعية الطبية الألمانية فهناك نقص حاتب الأطباء والنقص يزداد يوما بعد يوم وهناك الآن مشكلة أكبر وهي زيادة كبيرة بعدد المقاعد الدراسية الخالية بكليات الطب ألمانيا وقالت نقابة الأطباء أن عدد طلاب كلية الطب ومقاعد الدراسة بكلية الطب هي الآن أقل عددا منذ 30 عام ولو استمر الأمر بما هو عليه فإنه بعام 2040 ستصبح الرعاية الطبية بألمانيا شبيهة بالرعاية الطبية بدول العالم الثالث بسبب نقص الأطباء وهذا الأمر أكدته نقابة الأطباء وقالت يجب على الحكومة أن تشرح للناس بأن الرعاية الصحية بـ 2040 ستكون سيئة جدا بسبب نقص الأطباء علما أن الرعاية الطبية الآن هي ليست جيدة بالبلاد بسبب شحة الأطباء فأغلبنا نتمنى أن يكون هناك إمكانية للحصول على موعد عند الطبيب بالوقت الذي نريده أو بنفس اليوم ولكن الأمر يحتاج إلى الصبر لأيام طويلة كي يصلك الدور حتى عند طبيب الأسرة طبعا الأمر يختلف من منطقة لأخرى ولكن بمنطقة الأمور صعبة وبأحد المرات استغرق الوقت يعني الطوارئ بالمشفى ثلاثة ساعات لكي يرى الطبيب المرضى رئيس الجمعية الطبية الألمانية كلاوس راينهارد قال أن حوالي عشرين بالمئة من الأطباء سيتقاعدون خلال فترة قريبة جدا وفترة قصيرة وهذا يتوافق مع ثلاثة وثمانين ألف طبيب والأطباء الشباب الأطباء الجدد الذين ينضمون للمهنة عددهم أقل بكثير من عدد الذين يتقاعدون سنويا وهذا الأمر يجعل الفجوة تزداد بين المتقاعدين وبين المنضمين الجدد للمهنة بمرور الزمن وهذا الخبر نكون وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا ناخدتوا فكرة عما يحصل بألمانيا هذا اليوم تحياتي لكم مع السلامة